اشتركوا في القناة يُكتَبُ عليك ما يلفِظُ من قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيل والذي يُكتَب ما تضمن السلامة من عاقبته ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقُل خيرًا أو ليصمُت وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمتَ نجَأ وروا الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حُسن إسلام المرء قِلَّةُ الكلام فيما لا يعنيه والحديث يسناده ضعف لكن الشيخ شعيب الأرناؤوت قال إنه حسنٌ لغيره لشواهده من حُسن إسلام المرء قِلَّةُ كلامه فيما لا يعنيه أن يُقِلَّ الكلام أن يُقِل الكلام إلا بخير إلا بخير أفهم أن يُقِلَى ترجمة نانسي قنقر